اكد سعادة السيد عبد العزيز الأشراف الوكيل المساعد للرقابة والموارد في وزارة الصناعة والتجارة بأنه وفقا للخطة الرقابية المتبعة لإدارة التفتيش في الوزارة استعدادا لاستقبال عيد الفطرة المبارك فقد تم تكثيف حملات المراقبة على المحال والأسواق التجارية المختلفة والتي تلقى إقبالا واسعا خلال الفترة التي تسبق العيدة في كافة محافظات مملكة البحرين يأتي ذلك في إطار التحقق من توافر السلع الأساسية بهدف تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين لهذه السلع وتأكد من سلاسة تدفق المنتجات الأساسية في الأسواق والإحاطة بأي أسباب قد تؤدي إلى عرقلة سيابية حركة تدفق السلع واتخاذ التدابير اللازمة وبين الوكيل المساعد للرقابة والموارد بأن عملية تشديد الرقابة خلال المواسم تهدف للتصدي لأي محاولات من البعض باستغلال المناسبات بموارسات تجارية غير قانونية والتي تضر المواطنين والمقيمين والصالح العام مجددا دعوته للإبلاغ عن أي مخالفات بشأن الغش التجاري أو العروض الترويجية غير الصحيحة أو أي ممارسات خاطئة عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل نستمرين في دارة التفتيش ووزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الزيارات التفتيشية ومراقبة الأسواق اللي يزداد عليها الإقبال من قبل المواطنين والمقيمين قبل أي فترة المبارك وطبعا نتأكد في البداية من توفر جميع السلع ونتأكد أيضا من التزام المحلات بالقوانين والعنظمة والتراخيص والعروض الترويجية وصحتها والإعلان عن الأسعار بوضوح وعدم وجود غش تجاري وبشكل عام جميع القوانين اللي معمول بها بوزارة الصناعة والتجارة المواد اللي عليها إقبال في فترة العياد متوفرة بكثرة الحمد لله خصوصا المواد الغذائية والتموينية أما بالنسبة لعداد زيارات الحملات التفتيشية لحد الآن لم يتم رصد أي محلات تجارية مخالفة وفي حال رصد أي محل تجاري مخالف بالتأكيد سيتم أخذ الإجراءات القانونية اللازمة